حياة صعبة للغاية في بلد هش هكذا تصف منظمة دولية رفيعة وضع اليمنيين الذين يعيشون في ظل صراعات دائمة منذ سنوات فالحرب المستمرة في اليمن خلفت أكثر من مليوني نازح وادت إلى أزمة إنسانية كبيرة أنتجت بئة صعبة للعمل الإنساني كما يقول البنك الدولي الذي أكد أن المدن اليمنية تعيش تدهورا غير مسبوق في الخدمات الأساسية الأزمة الحالية رفعت الاحتياج إلى مستوى خطير إنسانيا فوفق تحذير البنك الدولي يوجد أربعة من كل خمسة أشخاص بحاجة ماسة إلى مساعدات إنسانية عاجلة تحدثت المنظمة الاقتصادية الدولية عن ضغوطات هائلة تسببت بها الأزمة الإنسانية على المواطنين حيث أدت إلى إصابة أكثر من مليون شخص بالكوليرا ومعاناة أكثر من ثلاثمائة وخمسين ألف طفل من سوء التغذية الحاد المساعدات الحالية المقدمة لليمن لا تكفي لمعالجة الآثار السلبية للحرب التي طالت المياه والصرف الصحي والنقل والخدمات الصحية ويحاول البنك الدولي حسب مدير مكتبه في اليمن رجاق الطان دعم السعادة الخدمات الأساسية حيث أطلق مشروعا طاريا للخدمات الحضرية الضرورية بتكلفة تصل إلى مائة وخمسين مليون دولار السعادة الخدمات الأساسية هدف تسعى لتحقيقه مشاريع البنك الدولي لكن الكثير من اليمنيين خصوصا المتضررين من الحرب يتخوفون من أن تصبح السعادة الخدمات شعارا شبيها بمشاريع إقليمية ودولية فشلت في مهامها الإغاثية والإنسانية وحتى في المهمة الأساسية السعادة الشرعية